بأجدير تتواصل فعاليات المؤتمر الأول لوكالات الأصفار بالمغرب تحت الشعار وكيل الأصفار التحديات وأفاق التنمية في أفق سنة 2025 هذه التظاهرات تهدف إلى الانفتاح على الدور الهام لوكالات الأصفار في تنمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة السياحة اجتمعنا مع جميع وكالات الأصفار لهدفين أساسيين الهدف الأول هو التعريف بالمخطط المهيكل لمدينة أقادير يعني باش نفهموا لهم ونوريوا لهم باللي أقادير دي اليوم ماشي هي أقادير دي الغداء وأقادير إن شاء الله غداء غادي تكون من أجمل وجهات السياحية والهدف الثاني قررنا أننا نجتمع مع وكالات الأصفار لكننا نبعث رسالة للجامع سواء للعموم أو للمؤسؤولين للتعريف بالدور المهم الذي تقوم به وكالات الأصفار هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد من المتدخلين من بينهم خبراء في المجال السياحي وفاعلين محليين ووطنيين سيمكن من إعطاء القيمة المضافة اللازمة للإعداد جميعا لسياحة الغد ترجمة نانسي قنقر